لم يتمكن محمد من سقي وزراعة الأربعين دونم التي يمتلكها بمحصول الشلب هذا العام بعد تحديد المساحات المزروعة والحصص المائية من قبل وزارتي أزراعتي والموارد المائية ضمن الخطتين الزراعية والمائية جديدتين بسبب شحة المياه أنا عندي تقريبا ما يقارب 33 دونم بحدود الأربعين دونم انحرامت كل شيء ما زارع بسبب شحة الماء نطالب سيادة رئيس الوزراء والوزراء المختصين ومساعدتنا لأننا ناس أصحاب عوائل وما عدنا غير مصدر هذا بس مصدر زراعة وزارتاء الزراعة والموارد المائية جددتا تأكيدهما أن الأزمة المائية جاءت بعد انحسار المياه من قبل دول المنبع ما حرم النجف من زراعة أراضيها الواسعة والتي تقدر بـ 122 ألف دونم مساحتنا الزراعية الحقيقة 212 ألف دونم التي تزرع كخطة زراعية للمواسم السابقة إلا أن هذه الشحة قلصت المساحة إلى 6.5 دونم تزرع بمحصول العنبر كيد انحسار الواردات المائية وسياسة دول الجوار أثرت على الحصص المائية الواردة إلى خزانات الموارد المائية وبالتالي قلت هذه الخزانات وقلت الوفرة المياه هدت إلى تقليص مساحة زراعية الحكومة المحلية في النجف كشفت عن آليات وضعت لتعويض المزارعين الذين لا يمعتم شمولهم بالخطة الزراعية لهذا العام وذلك من خلال تعويضهم بنسبة 50% عن أراضيهم المزروعة خلال العام الماضي وبمقدار 450 ألف دينار كحد أعلى للدونم الواحد وضعت آلية للتعويض التي تشمل جميع المساحات المزروعة للعام الماضي والمحرومة في هذا العام وحسب الخطة الزراعية وليس الخطة التسويقية المبلغ التعويض سيكون هو 50% بعدما صارت هذا اللجان ودرست آلية التعويض وكذلك المصروفات وكل في الانتاج نزلت من عنده صار المبلغ النهائي لكل دونم 350 ألف دينار عن صنف الياسمين و450 ألف دينار عن صنف العنبر ويعاني العراق من أزمة مياه حادة بعد خفض حصصه المائية من قبل تركيا وتغيير إيران لمجرى الأنهر التي كانت تصم فيه ما تسبب ببروز ظاهرة الجفاف شح المياه شمل محافظات البلاد كافة ما أدى إلى جفاف مساحات واسعة خاصة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط علي الحاجة الحرة النجف